يواصل نادي الرمثة الغرق في الأزمات الإدارية والمالية آخر هذه الأزمات كان حل إدارة النادي وإسناد المهمة للجنة مؤقتة عشاق النادي في حالة قلق مستمر والمطلعون على أسرار النادي العريق يرون أن الأمور لن تتغير نحو الأفضل حالة من عدم الاستقرار الإداري يعيشها نادي الرمثة تشابه إلى حد كبير الحالة الجوية التي تعيشها البلاد في هذه الأوقات صراعات إدارية دفعت مجلس الإدارة للاستقالة لتعلن وزارة الشباب عن حل مجلس إدارة الرمثة وتشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون النادي لمدة ثلاثة شهر يقول المقربون من النادي إن هذه الخطوة تعبر عن شرخ كبير بين أعضاء مجلس الإدارة وإن ما يحدث هو صراع خفي بين الرئيس التاريخي للنادي عبد الحاليم سمارة وبين أطراف في الهيئة العامة سبق لها التواجد في مجلس الإدارة ويؤكد المقربون أن التغيير الجذري لن يحدث في الوقت القريب نظرا لتركيبة الهيئة العامة أي أن الانتخابات المقبلة ستعيد الوجه ذاتها إلى مجلس الإدارة المهم بالنسبة إلى جماهير النادي هو حال فريق كرة القدم الذي يواصل التدهور نحو الأسوأ فصفوف الفريق تلقت ضربات موجعة بعد رحيل اثنين من أبرز اللاعبين هما عامر أبو غضيب والمحترف السوري شاد الحموي لصفوف الفيصلي الفترة القادمة تتطلب تكاتف الجميع لإنقاذ الفريق الذي يحتل المركز التاسع على سلم الترتيب في فارق الأهداف عن الأهل وذات راس الفريقين الذين يملكان الرصيدة ذاته الأمور لا تبشر بخير وعقد الفريق بدأ بالانفراط والأسماء التي ترغب بالرحيل ستزداد مع مرور الوقت ما لم تتدارك اللجنة المؤقتة الأمور وقبل ذلك أسرة نادي الرمتة التي باتت مطالبة بالالتفاف خلف ناديهم المفضل قبل أن تغرق سفينة النادي بشكل يعقد مهمة انتشالها من بحر الأزمات والديون هذه القضية الشائكة أناقشها مع المدرب الوطني وأحد أبناء النادي الرمثة الدكتور ناجح ذيابات الذي ينضم إلينا مباشرة من مدينة إربد مساء الخير يا دكتور ناجح بداية لماذا وصلت الأمور في نادي الرمثة إلى هذا الحال بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة نادي الرمثة بعانيها من هذه الأمور بجوز من سنة أو سنتين نتيجة غرق النادي بالديون اللي بلغت تقريباً مليون وثلاثمائة ألف دينار أردري هذا طبعاً غير هذا الدخل الدخل الوارد على النادي أقل من عملية الإنفاق لذلك الرمثة غرق بهذا الموقع فالمسألة مسألة الآن أصبحت مسألة مالية بحتة لأنه اللاعب بده المدرب بده الطبيب بده الناس هاي الناس كلتاً المنظومة هاي الكلتاً تشتغل قاعدة بالنادي بدها فلوس والفلوس مش متواجدة بحيث أنه لا رأي الاتحاد ولا رأي التلفزيون ولا رأي الديعيات بغطي أي نادي حتى في الرمثة دكتور ناجح ما هي الحلول للخروج من هذه الأزمة سيدي الحلول أنه التكاتف الجميع من جمهور من ناس اقتصادية من ناس رياضيين من ناس اجتماعيين النادي بحاجة الآن لأبناءه بحاجة لأبناء الرمثة المخلصين من داعمين لازم يكونوا الآن وخصوصاً لمرحلة خطيرة جداً أنه الفريق يعاني عنده تسع نقاط وهذا طبعاً مش كويس للفريق ولا كويس للنادي لذلك يجب أن تتضافر جهود بتوفير قيمة مالية ندعم فيها اللاعبين نحضر فيها بعض اللاعبين اللي احنا بحاجة ماسي لهم نتيجة خروج بعض اللاعبين من الرمثة لذلك المشكلة مشكلة مادية ومشكلة اجتماعية المجتمعية أنه الناس اللي بتتدعم هذول الناس من المجتمع ناس من جماهير الرمثة فنحن بناشد من هذا الموقع أنه كل ياتنا نكون يد واحدة والوقوف في ظهر النادي حتى يستمر ونصعد الأمام من المراحل المتقدمة من النقاط ومن الدوري كون الدوري الآن أصبحنا بمرحلة الايام دكتور ناجح بتأكيد تسع نقاط ومركز نادي رمثة لا يليق بحجم وسمعة نادي رمثة لكن بشكل عام هل تتوقع أن يكون هناك تغيير جذري في واقع نادي رمثة بعد قرار حل مجلس الإدارة حقيقة الأخوان اللي جايين هذه اللجنة ما ستقدم خلال ثلاث شهور هي ستحاول تقدم أقصى طاقاتها وأقصى خبراتها لذلك لا تصور شيء يكون هناك أي وسائل مساعدة معهم إلا إذا جمهور الرمثة دائمين الرمثة الاقتصاديين الرمثة هم من يدعم هؤلاء الأشخاص لأن الأشخاص هؤلاء الجايين هم موظفين أصلا يعني لو تطلب من أي واحد منهم قيمة مالية مش رح يقدمنا قيمة مالية وخصوصا يعني شفنا شفنا التشكيل التشكيل يعني وضع طبيعي جدا تشكيل يعني غير مالية غير اقتصادية ممكن تكون غير اجتمائية حتى بالنسبة للرمث لأنه في منها أربعة أو خمسة مش من الرمثة يعني ما بعرفوش خبايا الرمثة ما بعرفوش اقتصاديين الرمثة ما بعرفوش باستثناء المعالي المهندس إذن دكتور ما هو المطلوب من هذه اللجنة المؤقتة في ظل الأخبار إذن دكتور ما هو المطلوب فعلا من اللجنة المؤقتة في ظل الأخبار تتحدث عن خروج لأعمدة الفريق من النادي مثلا هدف الفريق شهاد الحموي وانتقاله إلى الفيصلي سيدي أول عمل مطلوب من اللجنة المؤقتة توفير القيم المادية لللاعبين وللمدربين القيم المادية للحالة المادية السيئة اللي واصل فيها الفريق الآن أو النادي يعني يجب توفيرها من خلال هذه اللجنة الشغلة الثانية بدنا من اللجنة المؤقتة إحضار بعض اللاعبين اللي بحاجتها المراكز اللي عملوها الحموي وعامر أبوظيب وممكن أبوزيتون إلى حد الآن غير موثق أنه يعني ينتقل أو ما ينتقل القصي لذلك نحن نقول أنه مهمتهم صعبة وصعبة جدا حتى إلا إذا كان يعني استعانوا بعض الخبراء الرياضيين من الرمثة من لاعبين قداما من جمهور يعني محب للنادي بالتالي يكون له دور كبير جدا في النهوض بمستوى الفريق والإدارة الفريق نعم دكتور نجح سؤال الأخير لك إلى أين ستسير الأمور في نادي الرمثة سيد أنا أتصور أنه خلال المرحلة ستسير إلى بر الأمان بر الأمان أنه بحيث الفريق ما يبط وأنا أتصور الفريق فنيا من خلال خبرته أنه مش رايح يبط إذا وفروا له هاي الإدارة المؤقتة وفرت له الإمكانات اللازمة اللي تنقذه أو حبل النجاح البسيط اللي ممكن إحنا نمده للفريق ونسحب الفريق للأمام من خلال الترتيب ومن خلال سلم الترتيب الدوري إذن دكتور ناجح ذيابات المدرب الوطني نتمنى أن تحل هذه الأزمة للفريق الرمثاوي العريق شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر